السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس حسان من قناة حسان ميرة للرديوات بإذن الله معدنا النهاردة في حل تمارين ثلاثة جبر لطلاب الصف الثالث الاعدادي دفعة الفين اربعة وعشرين ده الدرس التالت جبر في الوحدة الاولى وهو درس التعبير الرمزي عن الدالة وهو مدخل الدرس اللي جاي اللي هو دوال كسيرات الحدود طبعا ده الدرس التالت اللي نحله جبره وحلنا درس حساب مسلسات وان شاء الله الحصة اللي جاية نحل لك كمان درس حساب مسلسات طيب احنا انتهينا من الوحدة الرابعة وهو يبطل لنا درس جبر من الوحدة الاولى نحله برضو بحنا كده انتهينا من واحدة جبر وواحدة حساب مسلسات وهو يبطل لنا واحدة جبر وواحدة هندسة والدنيا سهلة وبسيطة جدا بأمرنا لو انت امر رسولتنا وتنساش نشترك في القناة وتفعل زروا جرس وتضغط لايك اشار الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي طبعا اتلاقي كل حل الدروس في قيمة تشغيل خاصة بهم ورا بعد تقدر تستفيد منها بأمر الله السؤال الاول بيقول انا عايز منك مجموعة صور عناصر مجال الدل قلنا مجال الدل باش مهندس هي القيم اللي انا ينفع عوض بها صور عناصر المجال يعني مثلا انا عوضت بالسين بواحد فطلقت الصاد بخمسة الخمسة دي اسمها صورة عنصر واحد فصور عناصر المجال دي بنسميها المدى لان دل انا بغضو من الصاد يا باش مهندس طيب رقم اتنين بيقول لي اذا كانت الدل دل من صاد فان مدى الدل بيكون جزء من ايه ما احنا قلنا المدى ده انا بغضو من الصاد يبقى هو جزء من الصاد يا باش مهندس يبقى بالنسبة للاختيار ده هو الاختيار ايه الصحر ايه الصحر رقم 3 بيقول لي اي من الدوال الاتية ده لكسرة الحدود قلنا ده لكسرة الحدود ده باش مهندس لازم القس بتاعها ما يبقاش عدد سالب وما يكونش فيها جزه فهنا اول واحدة باش مهندس بالنسبة لنا عندي سين قس سالب اثنين فده يعتبر قس سالب يبقى ما ينفعش طب هنا رقم به ده سين قس ثلاثة زائل سين تربية زائل ثلاثة هنا الاسس كلها بالنسبة لي ما فيش اسس سالب فده ينفع تبقى كسرة حدود هنا باش مهندس فيه جزر تلبية ما ينفعش وانا برضه فيه جزر تكعيبي ما ينفعش يبقى فعلا الاختيار به هو الاختيار الصحر الصور رقم 4 بيقول لي كل من الدوال الاتية ده لكسرة حدود معاك طب اثنين سين نقس خمسة ده لكسرة حدود لان ما فيش ولا اسس سالب وما فيش جزر يا باش مهندس يبقى بالنسبة لي طبعا ده لخطي هنعرفها بعد كده فده صح ده الحس وده السين عبارة عن التلاتة دي اسمها دا لا سبتة برضه مفيش ولا اسس سالبة ولا فدي صح طب ده اللלל سين بتسوي سين مضروبة في سين زائج واحد على سين خلي بالك ان واحد على سين دي اللي هي سين اسس سالب و 1 هنا اعتبر يا باش مهندس زهار لي اسس سالبة يبقى الواحدة اللي غلط هي الاختيار الجيم هنا ده الل realizationites elements analysis ile 2 و 2 sen Psych 2 هي هي نصف سين كأنها نصف سين ناقس 7 ويبقى فعلا الاختيار الجيم هو الاختيار الصحر السؤال 5 بيقول لدالة داله ولا اكدا well لديك من اتكايب زي 18 ل Stan وเก shore كسرة حدود من الدرجة قلمنا لم يقومين تخد درجة اكبر قص فقط بعد تبسية المسألة في هنا اكبر قص الذي هو اكدا ès بها بالنسبة لمين الدرجة الرابعة هو بالنسبة للاختيار داله هو الاختيار الصح السؤال 6 بيقول لدالة داله حيث دالت عبارة عن buy ناقص 2000 تربيع هي دالة كسرة الحدود فقالنا صناحه درجة أكد قصص واحد بعد التبسيت. ع Gal-S آخر من العظم من ع equisك. YouT by regard yug recon x S آخر لم니ت أكبر قصص بعد التبسيت. وبالنسبال ثلاثة هي من عيد من عين درجة الثالثة. السؤال السابع بيقولacı det small سين عبارة عن سين تربيع ناقص سين تربيع ناقص سين كسينة حدود من الدرجة اقول ده باخد درجة اكبر اص بعد التبسيط ادي دلت سين ادي سين تربيع السالب بيفخش على القوسي بسالب سين تربيع والسالب بيفخش على السالب بتاعته سين تبقى موجة بتاعته سين خلي بقى لك ان السين تربيع تروح مع السالب سين تربيع ويبضلك تلاتة سين التلاتة سين دي القص بتاعها واحد يعني بالنسبة لي ان اكبر قص هنا هو واحد يبقى بالنسبة لي ان الدالة دي من الدرجة الاولى ويبقى بالنسبة لي الاختيار الف هو الاختيار الصحي بتاعنا دي كده تمارين سهل وبسيطة وهو الدرس سهل وبسيط ويعتبر مدخل للدرس اللي جاي بامر الليل خلاص السؤال بعده السؤال ثمانية بيقول الدالة دالة حيث دال سينة عبارة عن سين تربيع في سنة اس تلاتة الكل تربيع ايه مفروض ان انا بجيب الدالة دي بابسط صورة او ممكن ترقها سهلة انا عندها الدربت هنا اكتنين وهنا اتنين يبقى اربعة لان اكبر حاجة تطلع من هنا هي السين تربية وبمضربها في سين تربيع يبقى سين قصة الاربعة يبقى هي بالنسبة لي من الدرجة الرابعة اللي هو الاختيار داي مش عايزание تقاملها كده اقول دالة سين بتسابق ادي السين تربيع مضروة في الاول تربيع اللي هو سين تربيع نقص اتنين في الاول في التاني يبقى ستة سين زائد الاخير تربيع اللي هو م echoes تسعة كلامات جميل 돌بر بكده سين تربية في سين تربية في سين قصة 4 ناقص ستة سين في سين تربية بستة سين قصة 3 زائد 9 في سين تربية بتسعة سين تربية هتلاحظ فعلا أن أكبر قصة هنا 4 يبقى هي بالنسبة لمن الدرجة الرابعة السؤال 9 بيقول الدال حيث دال سين عبارة عن سين مقص 5 لكل تكعيب هي دالة كسلة الحدود هنا قصة 3 فكده كده باش مهندس أكبر حاجة هتطلع من الدالة دي هي بالنسبة للقصة 3 يعني بالنسبة لي الاختيار جيم هو الاختيار الصح خلاص؟ هل فيها مشكلة؟ سهل بيقول لي إذا كان الدالة سين عبارة عن سين تربية ناقص سين زائد 3 دال سلب 2 دال سلب 2 بص بشمالس هو شال السين اللي دي وحط سلب 2 فأنا أي سين هتقابلنا هشيلها وحط سلب 2 يبقى دي سلب 2 قصة 2 هدي سالب وهشيل السين وحط سلب 2 وهنا موجب 3 سلب 2 تربية باربعة سلب في سلب وموجب بقى دي زائد 2 زائد 3 أربعة واتنين ستة زائد 3 تسعة يبقى دالة السلب 2 بتساوي 9 ويبقى بالنسبة لي لشمهندس طبعا الاختيار دال هو الاختيار الصح السؤال اللي بعده السؤال 11 بيقول لي إذا كانت دالة سين تربية ناقص جزر 2 سين عايز مني دال جزر 2 يبقى أنا هشيل كل سين وحط جزر 2 يبقى هشيل السين دي وحط جزر 2 والسين كده عليها تربية ناقص جزر 2 مضروبة في السين اللي هي جزر 2 جزر 2 كل تربية اللي هي ب2 ناقص جزر 2 في جزر 2 وبعده ب2 و2 ناقص 2 الكلام دا بيساوي 0 يبقى بالنسبة لي الاختيار دال هو اختيار ناقص السؤال اللي بعده إذا كانت الدالة دال من صد إلى صد الصد من اسمها المجال والصد اسمها المجال المقابل طبعا دالة سين بتساوي سين تربيع عايز دالة الاتنين والله دالة الاتنين أنا هشيل كل سين وحط اتنين يبقى ايا 2 تربية بتصاوي ربعة زائد دلت السلب 2 مع دلت السلب 2 هشيل كل سين من هنا وحط سلب 2 يبقى سلب 2 تربية وسلب 2 تربية برضو 4 يبقى عبارة عن 4 زائد 4 والكلام ده بيساوي 8 يبقى بالنسبة لي الاختيار جيم هو الاختيار الصح يا مش مهانس السؤال 13 بقول لي إذا كانت دلت سين عبارة عن دلت سين بتساوي كاف سين زائد 8 ودلت الاتنين بصف طيب عادي دلت الاتنين هشيل كل سين وحط في اتنين يبقى دلت عبارة عن كاف سين يعني كاف يتنين الكلام ده زائد 8 خف يتنين اللي هي 2 كاف زائد 8 قال تلك لما انت عاودت عن السين بثنين طلع النتج بصفر يبقى دلت بصفر ودر منappy الانى النحية التانية يبقى الاتنين كاف تساوي سال blew dengan وming اnet with me هنا علي الاتنين وانتصوح ت Mansoul سالب 8 على الاتنين اللي هي سالب 4 ويبقى بالنسبة لي الاختيار السؤال اللي بعده السؤال 14 يقول لي إذا كانت دلت سين عبارة عن سين نقص خمسة ونص دلت ألف بثلاثة لأ ما ينفعش هتعمل بنص دلت ألف أنا أقول يا باش مهندس كده أنا هضرب هنا في اثنين وهضرب هنا في اثنين فالاثنين هتطير النص يبقى دلت الألف عبارة عن ثلاثة في اثنين بستة يبقى أنا دلت الألف هشيل كل سين وحط مكان ألف فأنا هشيل السين وحط ألف ويبقى ناقص خمسة ولما عوضت عن السين بألف إنها تبتلع ستة هوادل النحية التانية يبقى الألف يساوي خمسة زائد ستة اللي هو 11 ويبقى الاختيار جيم هو الاختيار الصحي السؤال 15 يقول لي إذا كانت دل من حق إلى حق ودلت السين بتساوي سين أستكاف نقص اثنين زائد ثلاثة ودلت الاثنين بأثنين دلت الاثنين هشيل كل سين وحط مكانها اثنين فأنا هشيل السين دي وحط اثنين يبقى 2 أس كاف نقص الاثنين زائد الثلاثة لما عوضت عن السين بأثنين تبتلع النتج بـ 11 هوادل النحية التانية يبقى 2 أس كاف نقص الاثنين هيساوي 11 نقص ثلاثة اللي هي 8 عندما تعرف أن 8 هي 2 أس ثلاثة فهنا الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس بيساوي الأس يبقى كاف نقص الاثنين تساوي ثلاثة دي عطروح يبقى إذن الكافة 2 زائد الثلاثة اللي هي 5 يبقى قيمة الكافة 5 يبقى بالنسبة للأكتير ألف هو الاختيار الصح السؤال 16 بيقول لي إذا كان السالب واحد والصف بينتموا لبيان الدل حيث دلت السين عبارة عن مم سين زائد الثلاثة خلي بالك طالما بينتم البيان الدل يبقى بيحققه خلي بالك إن الأول ده هو السين والتاني ده هو الصاد وخلي بالك إن دلت السين هي الصاد تمام؟ فنعشل الصاد اللي هي دلت السين وحط ما كانها صفر هيتساوي ميم سين ما نعشل السين وحط سالب واحد يبقى ميم في سالب واحد زائد الثلاثة يبقى الصفر بيساوي سالب ميم زائد الثلاثة طب ما هيود دي هنا يبقى إذن الميم بيساوي الثلاثة يبقى أنا وصلت إن قيمة الميم بتساوي الثلاثة ويبقى الاختيار الجيم هو الاختيار الصح السؤال اللي بعده يا شمهندس السؤال 17 يقول لي إذا كان 3 أو صاد بينتموا البيانة الدلة قلنا الأول ده هو السين والتاني ده اللي هو الصاد وقلنا اللي دل السين هي الصاد فهشيل الدلة السين اللي هو الصاد وحط ما كانها صاد يبقى صاد هيساوي هشيل السين وحط ما كانها 3 يبقى الصاد بتساوي 3 زائد 2 طبعا 3 زائد 2 خمسة ويبقى بالنسبة لي الاختيار ألف هو الاختيار الصح يا شمهندس خلاص شغل سهل و بسيط لبعده السؤال 18 يقول لي إذا كان ألف وألف بينتمل بيانة الدلة حيث الدلة السين عبارة عن 2 سين زائد 3 قلنا الأول دل هو السين والتاني هو الصاد وقلنا دلة السين اللي هي الصاد فهشيل دلة السين اللي هي الصاد وحط ألف هيساوي 2 سين قد 2 وشيل السين وحط ألف زائد 3 كلام الجميل يبقى أنت وصلت أن الألف يساوي 2 ألف زائد 3 أجيب لي هنا وأود لي هناك أثنين ألف هيجيلها ألف في السالب يبقى ألف والتلاتة هناك ستذهب بسالب 3 يبقى إذن الألف بسالب 3 ويبقى الاختيار الجم هو الاختيار الصح السؤال 19 بيقول لي دلت سين زائد 3 بيساوي سين ناقص 3 فإن دلت سبعة يركز معي هو شال اللي جوه القوس وحط ما كانه سبعة فحنا عايزين نعرف هو عوّر عن السين بكال فنقول له اللي جوه القوس هنا اللي هو سين زائد الثلاثة هيساوي اللي هو القوس هنا دلت سبعة دي هتروح النحية التانية يبقى السين بتساوي سمع ناقص 3 لأربعة يبقى هو عشان يوصل لدلت سبعة عوّر عن السين بأربعة فنعوّر هنا عن السين بأربعة يبقى هي أربعة ناقص 3 الكلام ده بيساوي واحد يبقى الإجابة بتاعته واحد ويبقى بالنسبة للاختيار بي فهو الاختيار الصح السؤال اللي بيقول لي إذا كانت سين عبارة عن اثنين واربعة وستة وعدد عناصر صاد أربعة وكانت الدلت دال من سين الاصاط دلى السين بتساوي سين ترابيعا ناقص واحد فالنصاد يمكن ان تكون إيه حسنا اتخ tip هو قليك أن الصاد فيها أربعة نصار والسين هي 2 واربعة وستة ركز بقا معا احنا عارفين أن دلى السين دي اللي هي الصاد هتساوي هشيل السين مرة وينط Dim luz 2 يبقى 2 ترابيعا ناقص الواحد وربضو هتساوي هشيل السين مرة وينطنص 4 يبقى 4 ترابيعا ناقص الواحد ويضا ستساوي ستساوي 2 تربية ب4 نقس 1 4 تربية ب16 نقس 1 15 6 تربية ب36 نقس 1 يبقى انا اريد حاجة فيها 3 أو 15 و 35 بس او اخلي بالك ان الصب تساوي فيها 4 عناصب فده ما تنفع وده ما تنفع يبقى اما دي اما دي طيب دي فها 3 و 15 و 25 و 45 يبقى اي اكيد دي يبقى اي اكيد دي يبقى ثلاثة و 15 و 25 و 35 ده يعني الثلاثة موجودة والخمستاشر موجودة والخمستاشر موجودة والرابع يكون زي ما يكون يبقى الاختيار ده اللي هو الاختيار الصح السؤال اللي بعد وش مهندس السؤال 21 بيقول لي اذا كان دلت سنة ابارة عن نون سن تربيع زي الاثنين سن نون فان مجموعة قيم نون الممكنة التي تجعل دي دلة من الدرجة التانية طيب اركز كده معي حتى ان اخذها من الدرجة التانية لان انا عود يا بش مهندس بالارقام اللي تحت دي يبقى اكبر قصة هو بالنسبة لي قصة 2 فتعال نعود بالاتنين كده هتبقى دي النون هشيلها وحط 2 وادي السن تربيع زائد 2 سن النون دي هشيلها وحط مكانها 2 ناقص الثلاثة انت كده عرفت ان الاتنين بتنفع لان كده من الدرجة التانية بس تعال ان تشوف الرقم اللي معاه الرقم اللي معاه هشيل النون وحط ثلاثة يبقى دي 3 سن تربيع زائد 2 ادي السن ماقص نون فهشيلها وحط ثلاثة ناقص ثلاثة خلي بالك ان التلاثة ما تنفعش لان دي كده اصبحك من الدرجة التالتة يبقى انت يا بش مهندس اول واحد انا مش هتنفع طب واحد وسالج واحد تعال نشوف لما نشيل النون ونحط واحد واحد في سن تربيع يبقى سن تربيع زائد 2 هشيل السن دي وحط واحد يبقى دي 2 سن ناقص الثلاثة هنا اكبر قص هو بالنسبة لي 2 فخلي بالك ان الواحد بينفع ده انا اقول لك المعلومات دي كمان شوي طب السالب واحد والله هتبقى سالج سن تربيع زائد 2 سن هشيل النون وحط سالب واحد ناقص ثلاثة خلي بالك ان هي كده بالنسبة لي اكبر قص هنا بش مهندس هو 2 بس فيه هنا سالب واحد خلاص ان سالب واحد يعني هي من اصبحتش بش مهندس ده اللي كسيرة الحدود خلي بالك من الكلام ده يبقى انا بالنسبة لي دي مش هتنفع خلاص تمام يا بش مهندس تعالنا نشوف دي خلي بالك انا قلت اللي 2 بتنفع والواحد بتنفع فانا مش اجربهم تانا انا اجرب الصفر بس لما حط هنا النون بصفر خلي بالك اطير السن تربيع تمام ولما حط هنا النون بصفر يبقى دي 2 سن قص صفر ناقص الثلاثة ما خلي بالك سن قص صفر بواحد واثنين ناقص ثلاثة سالب واحد اصبحت الثلاثة سابتة يبقى الصفر مش اينفع يبقى هي الاثنين والواحد اللي انا قلت الاثنين بتنفع والواحد بينفع يبقى الاختيار دال هو الاختيار ايه الصح طيب السؤال اللي بعد كده بش مهندس السؤال رقم اثنين والعلى نشوف يقول ايه بيقول لي اذا كانت دال دالة من ح الى ح اسكر درجة الدالة ثم اوجد دال سالب اثنين ودال صفر ودال نص لا مشكلته هنا اكبر السن keluar الواحد الابتع بقى بالنسبة لي من الدرجة الاولى ابدأ بقى اجيب دال سالب اثنين ہشرل كل السن وحط سالب اثنين 3 ناقص اثني واششره اسن وهط سالب اثنين قال wie3 وسالف سالب موجب واثنين في اثنين باربع يبقى ثلاث زائد اربعة سبعة هبدأ Brand datal هشرل كل اسن وحط صفر يبقى ليه ثلاثة ناقص الاثنين مضربة في السفر يبقى لي 3 ناقص 2 في صفر اللي هو صفر 3 ناقص صفر اللي هو 3 هبدأ اجيب دال نص هشيل كل الصين وحطه نص يبقى لي 3 ناقص الاتنين في النص هده 3 ناقص الاتنين هتروح مع الاتنين يبقى ناقص 1 و3 ناقص 1 يساوي 2 دي كده الاولى فمفاش قدنا مشكلة اللي بعدها دال اللي تساوي صين تربيع نقص 4 هنا اكبر قص هو الاتنين يبقى لي من الدرجة التنية هبدأ اجيب برضو دال سالب اتنين اشيل كل صين وحط سالب اتنين يبقى سالب اتنين تربيع ناقص 4 سالب اتنين تربيع ب4 4 ناقص 4 يبقى بالنسبة لصفر هبدأ اجيب دالة الصفر اشيل كل صين وحط صفر يبقى صفر تربيع ناقص الاربعة صفر تربيع بصفر ناقص 4 يبقى سالب اربعة هبدأ اجيب دالة النص اشيل كل صين وحط نص يبقى نص تربيع ناقص 4 نص تربيع بربعة نص ناقص 4 اللي هو سالب 3 و 75 من 100 او سالب 3 و 3 تربع مش هتفرق اللي اتنين صح السؤال اللي بعده السؤال رقم 3 بيقول لي اذا كانت دلت سين عبارة عن 2 سين تربيع نقص 5 سين زي 2 بيقول لي اثبت ان دلت ال 2 بتسوي دلت النص طيب هبدأ اجيب دلت ال 2 هشيل كل سين وحط 2 بقى دي 2 فيه هشيل السين وحط 2 ودي تربيع ناقص 5 سين يعني 5 في 2 زي دي 2 طيب اتنين تربيع بربعة في اتنين بقى تمانين ناقص 5 في اتنين بقى عشرة زي دي 2 اتنين وتمانية عشرة ناقص عشرة يبقى الكلام ده بصفر تما تيجي كده نجيب دلت النص هشيل كل سين وحطه نص يبقى دي 2 في نص تربيع ناقص 5 سين يعني 5 في نص زي دي 2 قال 2 فيه نص تربيع اللي هو ربع ناقص 5 في 2 اللي هي 5 على 2 زي دي 2 تمام هنا على 2 في الواحد على 2 في الاتنين يبقى على نص نص زائد 2 يبقى 2 ونص وخمسة على 2 دي 2 ونص يبقى 2 ونص ناقص 2 ونص يبقى صفر يبقى اذا دلت الاتنين تساوي دلت النص سبش مهندس وهو المطلوب مني في المسألة السؤال اللي بقى ده شمهندس السؤال رقم 4 بيقول لي ايه تعاناتشو بيقول لي اذا كانت دلت سين عبارة عن 2 سين ناقص الواحد اثبت ان دلت الاتنين ناقص 3 دلت الواحد بيساوسل فان هابدأ اجيب دلت الاتنين هاشيل كل سين وحط 2 ادي 2 واشيل السين وحط 2 ناقص 1 2 في 2 باربع ناقص 1 اللي ايه 3 ناقص 1 هابدأ اجيب دلت الواحد هاشيل كل سين وحط واحد يبقى ده 2 في واحد ناقص 1 2 في واحد باتنين ناقص 1 اللي ايه 1 على ناقص هاشيل دلت الاتنين دي وحط ما كانها 3 ناقص 3 فيه هاشيل دلت الواحد وحط ما كانها واحد الكلام ده بيساوي 3 ناقص 3 اللي هو بالنسبة لصفر يبقى فعلا ان انا اثبت القيمة اللي هو عايز السؤال رقم 5 مش مهندس بيقول لي اذا كانت دلت سين عبارة عن سين تربيع ناقص 3 سين وريح سين عبارة عن سين ناقص 3 عايز مني دلت جزر 2 زي 3 ريح جزر 2 تعال نجيب دلت جزر 2 هاشيل كل سين وحط جزر 2 يبقى دي جزر 2 لكل تربيع لان دي سين تربيع ناقص 3 هاشيل السين وحط جزر 2 يبقى دي بتسيب جزر 2 تربيع ب2 ناقص 3 جزر 2 سيبها تعال نجيب الره جزر 2 خلي بالك انا اعوض في الدلت اللي اسمها ره فانهاشيل كل سين وحط جزر 2 يبقى هي جزر 2 ناقص الثلاثة خلاص او عايز بقى يجمع عدل الجزر 2 اللي هي 2 ناقص 3 جزر 2 زاء الثلاثة في ره جزر 2 يعني اضرب الره جزر 2 دي في 3 زاء هضرب ده في 3 يبقى 3 جزر 2 هضرب ده في 3 ثلاثة في سلب ثلاثة يبقى سلب 9 كلامة جميل تم ليه حطي المعلي ويبقى اللي اتنين ناقص 9 يبقى بالنسبة لي سلب 7 يبقى اول قيمة يبقى مهندس بالنسبة لي سلب 7 بيقول لي اثبت ان دل الثلاثة بتسوي ره ثلاثة بيساوي صفر طيب هبدأ اجيب الره ثلاثة هشيل كل سين وحط ثلاثة يبقى ثلاثة ناقص الثلاثة الكلام ده بالنسبة لي بيساوي صفر برضو يا باش مهندس يبقى بالنسبة لي فعلا ان دل الثلاثة بتساوي ره ثلاثة الكلام ده كله بيساوي صفر خلاص اقلنا درسة سهلة وبسيط جدا حلت امرين لكلها لانها سهلة بامر الناس استقرر رقم 6 بيقول اذا كانت دلت سين عبارة عن سين تربية ناقص اثبت ان دلت واحد زائد جزر ستة بتساوي دلت واحد ناقص جزر ستة بيساوس تمام ادي يا باش مهندس دلت واحد زائد جزر ستة ناقص خمسة حلو حلو بص بقى بربع الاول واحد تربية بواحد زائد اثنين في الاول في التاني اثنين في واحد باثنين في جزر ستة باثنين جزر ستة بربع الاخير جزر ستة تربية بستة تمام هنا سلب اثنين في واحد بسلب اثنين وسلب اثنين في جزر ستة بسلب اثنين سبعة سبعة صفر يبقى انا اثبت ان الجزء ده بيساوي صفر. طب تعال نجيب بقى دلت واحد ناقص جزر ستة. يبقى بالنسبة لواحد ناقص جزر ستة تربيع كل ده اللي انا هشيله اوحطه واحد ناقص جزر ستة. ناقص اتنين في واحد ناقص جزر ستة ناقص خمسة. نفس الفكرة بالزبط. هربع الاول يبقى واحد. نفس الاشارة سائل اضرب الاول في ثاني في اتنين. يبقى اتنين جزر ستة بالسابعة. الربعة الاخيرة يبقى موجة بستة. هنا سابعة سابعة صفر. يبقى ازل فعلا الدلة دي بتساوي الدلة دي. والكلام ده كله مش مهندس بيتساوي كام يتساوي والصف. خلاص. كده خلصنا الجزء ده. هنشوف الجزء اللي بعضه. السؤال سبعة بيقول لي ازا كانت الدلة دال من حق الى حق. حيث دلة سين عبارة عن الف سين تربية زائد بي سين زائد خمسة والالت ما يسوي الصفر. عشان تبقى دلة تربعية. وقال لك بيها عدد حقيقي لا يسوي الصفر. يعني ما تلغيش البيه. فتلغي السين. عايز مني درجة الدل. بكل بساطة يا بشمهندس انا بالنسبة لي كخلي بالك من الكلام. هو قال لك الف بيساوي صفر. فاما الف بيساوي صفر. اتبقى بالشكل ده كده دلت سين بتساوي. صفر في اي حاجة بصفر. فهيبضلك به سين زائد الخمسة. فخلي بقى لك بقى ان اكبر قص هنا بالنسبة لي واحد. يبقى ايا بالنسبة لي من الدرجة الاولى. بقى لي ازا كانت دلت ثلاثة بتساوي احداشر. خلي بقى دلت الثلاثة هشيل كل سين وحط ما كانها ثلاثة. ادل باء وهشيل السين وحط ثلاثة زائد خمسة المفروض. ده بحد اشر. يبقى ثلاثة به زائد خمسة بتساوي احداشر. دي هتروح النحية التانية. يبقى الثلاثة به. حداشر نäischen خمسة اللي ها ستة. اقسم هنا على التلاتة وهين على التلاتة دي هتروح. يبقى البيه بتساوي ستة على التلاتة اللي هي اتنين. يبقى قيمة البيه بتساوي اتنين يا بش محن السبع. طيب مintaفعي. انا اقوم بطاطة دلة الواحد. هيساوي. انسان كل سين هنا وحط مكانها واحد يبقى دي خمسة في سين يعني خمسة خمسة في واحده ruling получается خمسة ناقص البهن. طيب تعال انا جيب الريه تلاتة اتقلبك. انا المرة اقوم بطالة دي. فانا اقوم بطالة قابلنا السين هشلها وحط ثلاثة ناقص اثنين به. يعني بتساوي ثلاثة ناقص اللي اثنين به. قالك لما تجمعهم هيتك سالب سبعة. طبما تجي نجمع ده ونجمع ده. خمسة وتلاتة تمانية. سالب به وسالب اثنين به سالب تلاتة به. قالك الكلام ده بيساوي سبعة. تما تود لدي هنا يبقى ثلاثة به. وهاتل دي هنا يبقى تمانية. ناقص سبعة اللي هي بالنسبة لي كام اللي هي بالنسبة لي واحد يا بشمهندز. خلاص? بسم الله. احنا جمعنا ثلاثة وخمسة ثمانية وسالب وسالب. اه دي سلب سبعة معزراتي. دي سلب سبعة.Coま تيجي هنا تبقى موجب سبعة. سبعة وتمانية يبقى خمستاشر صح كده. هقسم هنا على الثلاثة وهنا على الثلاثة. يبقى لبيه خمستاشر على الثلاثة فقى yeah 5. يبقى انا اول واحدة كده بشمهندز. عرفت ان البيه بتساوي 7 بالب يتساوي ألف 3. طوال ما ع tahu أن البيه بتساوي 5 ذهبط المعادلات. يعني آية? يعني أنك تصده للسين بتساوي 5 ناقص 42 من السين. يعني 5 ناقص 5. والريه سين بتساوي سين ناقص 2. ماinateه بيه بخمسべ惡 يبقى ناقص 2 في 5 يبقى ناقص 10. هو بقى أ реш LI3 再AM 1. طيب. belangrijk我們的 SUذاً ceci هو المترجم المستحتمّى على وحوض في الد�لة دال عن كل سين بتلاتة هايبقى ادي خمسة في سين اللي هي تلاتة ناقص خمسة خمسة في تلاتة بخمستاشر Надо بخمستاشر耶 بخمسة اي بخمسة اي بخمسة اي بخمسة طيب هجيب الريه واحد هان شيل كل سين في الدل اللي بيضعه واحد يبقى واحد ناقص عشرة اللي هو سليم تسعة حجمعهم بقي يبقى عشرة ناقص تسعة يبقى الكلام ده بيساوي واحد بدلا سعيد ح占د start سالسأل رقم 9 ويجب قيمة الثاني تجعل دل السن هذه عبارة عن sj ناقص الثالثة الكل تربيع تساوي الره سين اللي عبارة عن سين ناقص التلاتة خلاص كلام الجميل كلام الجميل جدا طيب هنبدأ نفك دي الاول تربيع بسين تربيع ودى 10 سالب اتنين في الاول في التاني يبقى 6 سين والاخير تربيع 3 تربيع بتسعة الكلام ده هيساوي سين ناقص التلاتة هنودى دول النحية التانية بأشارة مختلفة فهذه سين تربيع السين دي هتروح بسالب سين وفي هنا سالب 6 يبقى سالب 70 سين السالب 3 تروح بموجب 3 وفي هنا موجب 9 يبقى موجب 12 الكلام ده بيساوي سفر هنبدأ نحل تانية اعدادة السين تربيع سين في سين الاخير موجب الاشراطين شفالي في النص عددان ضربهم 12 مجموعهم 7 يبقى 3 و4 يبقى من هنا ان السين بتساوي 3 ومن هنا ان السين بتساوي 4 يبقى انا عندي قمتال للمسألة ان ممكن السين تساوي 3 او ممكن السين تساوي 4 واللي انها يوصلوك لنفس الحل السؤال اللي بعده السؤال رقم 10 بيقولك اذا كانت دال دالة على سين حيث سين 3 و4 و5 و6 دالة التلاتة بكذا ودالة الاربعة بكذا ودالة الخمسة بكذا ودالة الستة بخمسة عايز مسل دالة بمخطط ساهم ماشي عايز من بيانة دالة واسكر مداها طيب ركز بقى معين هو لما اوض عن السين بتلاتة طلع الناتج بتلاتة ما تيجي كلا نكتب لما اوض عن السين بتلاتة طلع الناتج بتلاتة ولما اوض عن السين باربعة طلع الناتج بخمسة ولما اوض عن السين بخمسة طلع الناتج بخمسة ولما اوض عن السين بستة طلع الناتج بردو بخمسة خلي بالك ده كده يعتبر بالي التالة بتاعتك كلاما جميل مش انت كده عارف ان السين هي الاول اللي هو تلاتة واربعة وخمسة وستة وكده كده جايب لك السين طيب مش انت عارف ان الصاد هي الارقام اللي هنا بدون تكرار اه فانت عندك تلاتة وعندك خمسة هكتبها مرة واحدة عشان ما تكررش يا باش مهندس كلام جميل وعايز بقى من المخطط سهمي ادي السين وادي الصاد السين ثلاتة أربعة وخمسة ست الصاد ثلاثة وخمسة عندك تركز بقى معي انت خدت التلاتة مع التلاتة وخدت الاربعة مع الخمسة وخدت الخمسة مع الخمسة وخدت الستة مع الخمسة يبقى velocidade بالنسبة ياباش مهندس المخطط الس يقول انا عايز منك بايا ان ده كتبته لك وهل الله من غير ما تقول وعايز مني المدى والمدى هو القيم اللي اخدها من الصاد اللي هي برضو هتبقى بالنسبة لي ثلاثة وخمسة يعني كده السؤال بتاعها خلصه جميل جداً يا بش مهندس خلاص السؤال اللي بقى لبش مهندس بيقول لي 11 بيقول لي إذا كانت سين عبارة عن 0 و 1 و 3 وكانت دلة سين من سين إلى صاد دلة سين بتسوي 5 ناقص السين عايز مني مدى الدلة وارسل مخططة بيانية للدلة خلي بالك أن دلة سين ليصاد فأنا هبدأ يا بش مهندس أعوض بقيم السين مش فاهم يعني أنا هجيب هنا دلة الصفر هتبقى 5 ناقص السين اللي هو 5 ناقص صفر بيسوي 5 الرقم اللي بعده 1 فأنا هجيب دلة الواحد يبقى لما أعور عن السين بواحد يبقى 5 ناقص واحد بيسوي 4 وهجيب على الرقم اللي بعده دلة الثلاثة هيبقى 5 ناقص سين اللي هو 5 ناقص ثلاثة بيكان باتنين هل الاتنين والاربعة والخمسة موجودين في الصاد هل الاتنين والاربعة والخمسة فعلا موجودين في الصاد طب هو عايز مدى الدلة ما خلي بالك أنت كده عملت ايه ركز معايا لما جبت السين بصفر طلع النتج بخمسة يبقى صفر وخمسة لما جبت السين بواحد طلع النتج باربعة يبقى واحد واربعة لما جبت السين بثلاثة طلع النتج باثنين يبقى ثلاثة واثنين فخلي بالك المدى هي العناصر بتاعة الصوت اللي هي اتنين واربعة وخمسة وانا اصلا يباش مهانديس انا كم ممكن اجيبها من هنا طب بيقول لي ارسل مخططاً بيانياً للدل دا ما فيش أدنى مشكلة أنت معك السين ومعك الصاد ومعك العناصر اللي انت خدتها فالمخطط البياني ده كده سهل جدا عندك هنا صفر وعندك واحد وعندك ثلاثة دي عناصر السين طيب عناصر الصاد عندك واحد واثنين وثلاثة وربعة وخمسة وسبعة فعندك الصفر انت خدته مع الخمسة وعندك الواحد انت خدته مع الثلاثة وعندك التلاتة انت خدتها مع الاتنين يا بشمهندس خلاص فطبعا هنا المخطط البيانة هي في العناصر دي بس اللي بالك انا مش هكتب العناصر كلها بتاع الصاد انا هكتب العناصر لان انا هكتبها فقط تمام تمام السؤال اللي بعد يا بشمهندس السؤال رقم اتناشا واللي اذا كانت الدالة من طه الى طه عمجموعة الاعداد الطبيعية ت Factory عايا ستن بتروح لتنين سنت زائد الثلاتة ايطبار دي الدالة بتاعتك تمام فعايز من ته صفر وته اتنين وته اتنين وته اتنين وته اтрاتة وته اربعة وته الخمسة لمفيش ادنا مشكلة سهلة جدا ف regarder ته صفر جس belongings كل سنوا وحط ما كان صفر يبقى لتنين في هذه صفر يعني لتنين في صفر زائت ثلاتة 2 في 0 في 0 زي 3 بتلاتة هتلي الته 1 يبقى 2 في 1 زي 3 2 في 1 ب 2 زي 3 خمسة هتلي الته 2 يبقى 2 في 2 زي 3 2 في 2 ب 4 زي 3 سبعة هتلي يا بش مهندس الته 3 هتبقى 2 في 3 زي 3 2 في 3 ب 6 زي 3 تسعة هتلي الته 4 هيبقى 2 في 4 ب 8 زي 3 يبقى 11 تب ما تجيب لي الته 5 هيبقى 2 في 5 ب 10 زي 3 اللي هي 13 كلام جميل بيقول لي بيقول لي انا عايز منك تمثل 5 عناصر من عناصر ته على جزء من الشبكة التربعية اللي حصلت ضربت لكارتة ته في ته اللي هي الشبكة البيانية يا بش مهندس مافيش ادنى مشكلة خلاص هو بيقول لك انا عايز منك 5 عناصر بس تمام والله انا ممكن يعني اختار اقل 5 من دوله خلاص فانا عندي انا صفر 1 2 3 4 5 وانا 1 2 3 4 5 6 7 8 انا طول شوية كده 9 انت خدت الصفر مع الثلاثة وخدت الواحد مع الخمسة وخدت الاتنين مع السبعة وخدت التلاتة مع التسعة صح الاتنين مع السبعة صح والتلاتة مع التسعة نحن عايزين نطاولها كمان على فكرة يعني نحط هنا عشر وحط هنا حداشر مع زرطة يبقى أنا بالنسبة للأربعة هتبقى مع الحداشر لأنه بس عايز خمس عناصر يا باش مهندس فنختار أسهل خمس بيقول لي هو مادة الدلة ت والله مادة الدلة ت هي الأعداد اللي طلقيتني من هنا يا باش مهند بس خلاص يبقى بالنسبة لي أن مادة ت طبعا الأعداد هنا ثلاثة خمسة سبعة تسعة حداشر طلعتاشر وهكذا فخلي بالك من حاجة مهمة أول وقت يا باش مهندس قال لك أن الدلة ته من طائلة وقال لك ته صفر وته واحد وته اثنين وته تلاتة وته أربعة وته خمسة هو عايزه ولكن الدلة دي ماشي إلى مالة نهائي يعني أنا هبدأ أجيب الته ستة الته سبعة الته تمانية فالمادة دي باش مهندس سيفضل كده ماشي على طبع اللي هو عدينا أصلا الأعداد الطبعية وخلي بالك أن الأعداد الطبعية دي كلها فردية خدت كل الأعداد الفردية معدى واحد يبقى هو بالنسبة لي كده أن المدى هو الأعداد الطبعية الفردية على بالك أنت بدأت بالتلاتة معدى الواحد يعني خمسة عشر سبعة عشر ودي اسمها دلة خطية وهنفهمها الدرس اللي جاي بأمر الله كده خلصنا الجزء ده همشوف الجزء اللي باعه السؤال 13 بيقول لي إذا كانت دالت من صاد إلى صاد حسو صاد يا مجموعة الأعداد الصحيح ودالت سين بتسوي سين تربية نقس 2 سين نقس 3 عايز منك شوية دوال كده كتير ما فيش مشكلة خالص دالت الأربعة سين تربية يبقى أربعة تربية نقس 2 سيني بقى 2 فاربعة نقس 3 سلب 8 وسلب 3 سلب 11 سلب 16 سلب 11 سلب 5 ستلت دالت 3 القاعدة هي قد تلاتة تربية نقس 2 في 3 نقس 3 تلاتة تربية بتسعة نقس 2 في 3 بستة نقس 3 سلب 6 وسلب 3 سلب 9 ومعك مجب 9 يبقى الكلام ده بصفر ستلت دالت الاتنين يبقى 2 تربية نقس 2 في 2 نقس 3 2 تربية با ربعة نقس 2 في 2 با ربعة نقس 3 سلبية ثلاثة تربية قومت curling Clone ستلت دالت الواحد 1 تربية بواحد نقس 2 في 1 نقس 3 1 تربية قولنا بواحد نقس 2 نقس 3 سلب 2 وسلم 3 سلب 5 ومجب 1 يبقى سلب 4 ستلت دالت الصفر بالنسبة للصفر تربية سيلب 2 سلب 2 سلت اسطره ت 방송Coщее Diseقيت من الم proportion سهلة ستلت دالت السلب 1 يبقى سالب واحد بتربيع ناقص اتنين في سالب واحد ناقص التلاتة. سالب واحد تربيع بواحد. سالب اتنين في سالب واحد بموجة باتنين ناقص تلاتة. يبقى تلاتة ناقص تلاتة اللي هي بالنسبة لصف. كلام الجميل. هتلاخر واحدة اللي هي ده سالب اتنين. سالب اتنين تربيع ناقص اتنين في سالب اتنين ناقص تلاتة. سالب اتنين تربع باربعة وسلم اتنين في سلم اتنين برضو باربعة مقص تلاتة اربعة زائد اربعة ثمانية مقص تلاتة خمس خلاص هي قيم كتيرة كده بس الموضوع سهل خالص خلاص بيقول لي مسل سبعة من عناصر دال على الشبكة التربائية لحاصل الضرب طيب طيب هنعمل الشبكة هنا مع لش عشان القيم بس معنا يعني انا هعمل لك الشبكة هنا في الجنب كده عشان القيم كلها موجودة هنا خلاص ياث Pig exclusيكتا اتعانتك اكبر قيمة تقريبا يعني ايه الخمسة انا مش هن avec her هذه واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلب واحد سلب اتنين سلب تلاتة سلب اربعة سلب واحد سلب اتنين سلب تلاتة سلب اربعة طيب انت عندك اللي الاربعة تلعب بخمس. الاربعة تلعب بخمس. وعندك التلعة تلعب بصفر يبقى تلاتة وصفر. وعندك الاتنين بسالب تلاتة. الاتنين بسالب تلاتة. وعندك الواحد بسالب اربعة. الواحد بسالب اربعة. وعندك الصفر بسالب تلاتة. والله صفر وسالب تلاتة. هنا كده. وعندك السالب واحد بسالب تلاتة. السالب واحد بسالب تلاتة. هنا كده. وعندك السالب اثنين بخمس. السالب اثنين خمسة. على مالك الرسمة دي لو انت جيت رسمتها. احنا صفر وسالب ثلاثة. ودلة السالب واحد بصفر مع زرطان السالب واحد هنا. فما تيجي ترسم الدلة دي. دي هتعرفها الدرس اللي جاي بأمر اللي هي رسمة الدلة التربعية اللي هو المرحنة بيبقى عامل كده. خلاص? طيب يقول لي ازا كان دلة سين بتساوي خمسة عايز منه قيمة السين. سهلة جدا. قلنا دلة سين اللي هي الصاد. فانا هشير الدلة سين دي وحط مكانها خمسة. يبقى الخمسة بتساوي سين تربيع ناقص اتنين سين. ناقص التلاتة. هودده هنا. يبقى دي سين تربيع ناقص الاتنين سين. سالب تلاتة. هو يجيلها خمسة بالسالب. يبقى سالب تمانية. الكلام ده بصفر. هنبدأ نحلل المسألة دي. السين تربيع سين في سين. الاخير سالب موجة بسالب. عرضين ضربهم تمانية. الفرق منهم اتنين اربعة في اتنين. وكبير شباله في النصف. انا اربعة اربعة. ويبقى انا كده مسألتي في الثلاث مهندس. السؤال اللي بعده. السؤال الرقم اربعة تاشر. يقول لي اذا كانت دلت سينة عبارة عن الف سين زائد الب. ودلت الف بتساوي به. خلي بقى لك هو شال اللي هو القوس اللي هو سين. وحط مكانه الف. يبقى انا اقول له دلت الالف. قد الالف. هشيل السين وحط مكانها الف. يعني الف الف زائد ب. الف الف اللي هي الف تربيع زائد ب. قالك النهية دي. طلع النتج ب bye. يعني لما عوضت بالالف. يبقى الف تربيع زائد ب. طلع النتج ب bye. طب ما تشله الب. وصاد الب.. يبقى الالف تربيع بيساوي صف. لو خدت الجزر يبقى ازا ان الالف بيساوي صف. يبقى انا وصادت ان الالف بيساوي صف. هو عايز كيمة المجدار الالف تربيع. طب مو Teams بصفر وصفر في اي حاجة بصفر. ده صفر في بيه تربيع زائد خمسة. دي م لا يعني لازمة يبقى الناتج بيساوي خمسة يا بش مهندس ويبقى قيمة المسألة ساوي خمسة السؤال اللي بعده السؤال خمستاشر اشهر سؤال في الدرس واكتر سؤال بيجي في الامتحانات واللي ازا كان بيان الدال دال من واحد واحد وثلاثة اتنين وخمسة تاتة وسبعة اربعة وتسعة خمس واحداشر عايز مني المجال المجال سهل جدا وهو عناصر السين بدون دكرار فهنا واحد هنا اتنين هنا تلاتة هنا انا اربعة انا خمسة يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طب المدى والله المدى هي عناصر الصاد بدون دكرار اللي هي التلاتة والخمسة والسبعة والتسعة والحداشر ومهمش مكررين يبقى تلاتة خمسة سبعة تسعة حداشر فدول سهلين جدا تعال بقى لقاعدة قاعدة اللي اجيبها ازاي بش مهندس بس انت هتاخد او خد في تاني على درس الميل وخدت درس معادلة الخط المستقيم اللي انت هتاخده في اخر درس في الهندسة عشان بس ما تقعدش تجرب انت عندك يا مهندس العلاقة بتقول لك ساب بتساوي ميم سين زياد الجين تمام دي معادلة الخط المستقيم او معادلة الدلال خطية لس خلي بالك ده تنفع في الدلال خطية بس يعني ما يكون بيان الدلال بيبقى معادلة الدلال خطية وهو يجبه لك في البتحان خطية فاحنا عارفين ان الميل هو فرق الصدات اللي يدلت صد على فرق الصنات 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 اللي يدل التساوي اتنين اسم بواحد يبقى اتنين في واحد زائد الجي يعني التلاتة بتساوي اتنين زائد القليل ده تساوي تلاتة ناقص اتنين اللي هو واحد يبقى انت وصلت ان الجيم وواحد يبقى ايزا قاعدة الدلة دلت سين بتساوي انت دي اتنين اسم وجبت الجيم لتساوي واحد اتنين اسم زائد واحد وده قاعدة عامة تقدر تجيب لك اي حاجة untis Kirk عم تودها اي حاجة ت lightning مشكلة يعني الطريقة دي سهلة جدا. السؤال الاخير وسؤال المتفوقين هو سؤال واحد بامريلا. بقول لي اذا كانت دلت سين عبارة عن اتنين سين تربيع زائد به سين زائد جيم ودلت سين بتصوى صفر. لما السين بتنتمى لصفر وثلاثة. فانا هابدأ اجيب دلت السفر. هيبقى اتنين في صفر تربيع. اللي هو اتنين في صفر تربيع. زائد به سين يعني به في صفر زائد الجيم. طبعا دي هتطيل وده هتطيل في فى يبقى انت عارفت ان ضلت الصفر الجيم. متبدأ تجيب دلت التلاته. ابقى هنا اتنين في تلاتة تربيع زائد به سين اللي هو به في تلاتة زائد الجيم. طيب هيجز liar ثلاثة تربيع بتسعة في اثنين يبقى دي ثمانتاشر زائب به في ثلاثة اللي هي ثلاثة به الكلام ده طبعا زائد الكيب طيب أنا الوقت أباش مهندس أسألك إن ده اللي تساوي صفر في الحالتين دور طيب خلي بالك إن ده اللي تساوي صفر يعني من أول واحدة دي لازم إن الجيم تساوي صفر يبقى أنا وصلت إن الجيم تساوي صفر وده أول ثابت بالنسبة طيب ما أتعلن أوقت في المعادلة دي عن الجيم بصفر فهتروح فيبضل طمانتاشر زائد ثلاثة به ما أقول لك إن ما تعود بثلاثة برضو النتج بصفر فهودي دي كده النحية الثانية يبقى الثلاثة به بسالب طمانتاشر أقسم هنا على الثلاثة وهنا على الثلاثة دي هتروح يبقى إذن البقى بسالب ستة يبقى إذن البقى بسالب ستة وقيمة الجيم تساوي صفر خلاص بكده بشمال تسير إحنا خلصنا تمرين الدرس الثالث دابر طلاب الصف الثالث الاعدادي اللي هو التعبير الرمز عن الدلة مدخل ده الدوال كسرة الحدود إن شاء الله الحصة اللي جاية عن حل تمارين الدرس الثاني حساب مسلسات اللي هو نسب المسلسية لبعض الزوايا الخاصة ويبقى إنت هنا من فرح حساب المسلسات ونرجع للجابر نحل الدرس الرابع اللي هو دوال كسرة الحدود وإحنا كده إنت هنا من وحدة ووحدة بأمر الله أحلي لك تمارينك كلها كاملة هنا على القناة بأمر الله عشان تبقى موجودة ويحل لك الامتحانات كمان اللي هي خاصة بالمحافظات ونزلها لك بدري جدا إن شاء الله كده وصلنا لآخر حسة النهاردة أتمنى إن أنا قادل تفيدك أتمنى كون وصلت لك المعلومات لا يسعبها بسيطة يا إيجاة لو استفادت تشترك في القناة وتفعل زر جرس وتضغط لايك وتشاري الفيديو عشان يوصل إلى أكبر عدد من الناس شكرا على خير في فيديو الجاي كما تشترك في القناة وكما تشترك في القناة شكرا لكم